وصفتنا النهاردة هي جلاش حلو بطريقة مختلفة هنعمله ستيكس او هنعمل بقلاوة ستيكس الطريقة حلوة جدا وكمان سهلة جدا ما فيهاش اي تعقيدات خالص ولا فيها اي مكونات تانية غير الجلاش والشربات بتاعه فقط والتزيين بتاعه بيكون حسب الرغبة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو هنجيب نص كيلو من الجلاش او لفة من الجلاش سواء متالج او طازة لو متالج بنطلعه من الفريزر لحد ما يفكه خالص ولو طازة بنستخدمه على طول هنفرد لفة الجلاش كده على الرخامة بالشكل ده ونجيب فوتا نضيفة ونغطي الجلاش بيها عشان ما ينشفش وإحنا بنعمله بعد كده هنسيح كوباية من الزبدة او السمنة او خليط من السمنة والزيت ونضهن الصاج بكمية كويسة جدا من السمنة بعد كده هنجيب ورقة من اوراق الجلاش ونفردها على الرخامة ويفضل على الرخامة ما تحطهاش على مفرش سيليكون وطبعا الرخامة بتكون نضيفة بعد كده هنتنل ورقة الجلاش كده نصين بعد كده هنجيب المادة الدهنية اللي هنستخدمها سواء سمنة والزيت مع بعض او سمنة بس او زبدة بس سايحة وندهن ورقة الجلاش بشوية من المادة الدهنية دي لازم تدهن كويس جدا وبالذات الاطراف ومش لازم المادة الدهنية تكون كتير اهم حاجة تدهن كويس بعد كده هنجيب عود خشب من بتاع الشوي زي كده ونحطه في اول الورقة الجلاش كده ونبرمها بالراحة خالص الاول هنتنيها كده من الطرف بعد كده نبرمها بالشكل ده الطريقة سهلة جدا اهم حاجة البداية ان احنا نبرمها كويس على العود الخشب وممكن كمان نستخدم اسياخ الشواء اللي هي الحديد هنبرمها كده بالراحة بالشكل ده نحاول نزبطها عشان ما تتعوجش مننا كده خلاص انا لفيت الجلاش الطرف بتاعها ملزوق عشان كده بنحط السمنة في الاطراف بعد كده نخرجها من العود الخشب من تحت بالشكل ده بعد كده نرصها في الصاج والفتحة بتاعة ورقة الجلاش لتحت ودي واحدة كمان هنجيب ورقة الجلاش شايفين ورقة الجلاش مقطعة عشان كده الجزء المقطع ده بنخليه فوق والجزء السليم بنخليه تحت هنفرد الورقة كده بعد كده ندهنها بالسمنة وبالزيت ندهنها كويس وبالزيت زي ما قلتلكوا الأطراف لأن الطرف الأخير ده هو اللي بتلزق منه ورقة الجلاش بعد كده ألفها على العود الخشب بنفس الطريقة الطريقة سهلة جدا وكمان سريعة جدا ما بتاخدش أي وقت خالص كده خلاص أنا لفتها شايفين هنا طرف ورقة الجلاش مش لازم هحط فيه شوية سمنة أو زبدة المادة الدهنية اللي مستخدمها بعد كده ألفها كده واضغط عليها بإيدي هلاقيها بتلزق بمنتهى السهولة بعد كده أمسكها من تحت بالشكل ده وأشد كده عود الخشب هلاقيها برضو بتخرج بمنتهى السهولة شايفين جامدة جدا ما بتفكش خالص بعد كده أرصها في الصاج وأجيب المادة الدهنية اللي هستخدمها وادهن وش الجلاش كويس جدا بالمادة الدهنية دي طبعا أنا مسخنا الفرن من ربع ساعة هدخلها الفرن على درجة حرارة 240 لحد ما الجزء اللي تحت أو الطبقة اللي تحت تحمر بعد كده هشغل عليها الشواية عشان تحمر كمان من فوق والجلاش ملوش وقته معين انتي بتتبعيه ما يحمر بتولي عليه الشواية وما يحمر من فوق بتخرجيه من الفرن على طول بعد كده تسقيب الشربات وشربات الجلاش بيكون بارد دلوقتي هنعمل شربات الجلاش معايا كباية من السكر ونص كباية من الميا وهنعصر عليهم نص لمونة وهنضيف على الشربات كمان حاجة بتديه نكهة جميلة جدا وهي ربع معلقة من السمنة البلدي أو الزبدة البلدي بعد كده هقلب السكر في المياه كويس جدا واحطه على النار واول ما يغلي هسيبه سبع دقايق بالزبط بعد كده قطف النار والنار اللي بعمل عليها الشربات بتكون متوسطة وقوام الجلاش بيكون تقيل يعني اخفم العسل الابيض بشوية وطبعا بسيبه يبرد خالص قبل ما اضيفه على الجلاش الجلاش بيكون سخن والشربات بيكون بارد تماما وده شكل الجلاش بعد ما خرجته من الفرن هجمع كده هستيكس الجلاش على بعضه او اصابع الجلاش على بعضها بعد كده اصب عليهم الشربات الجلاش سخن جدا لازم يكون سخن عشان يشرب كمية الشربات كلها وكمان الشربات يدخل جوا الجلاش من جوا بعد كده اهز الصاج عشان الشربات كله يتسيقي بالشربات واجيب معلقة او شوكة وحاول اقلب اصابع الجلاش في الشربات عشان تتسيقي من فوق كويس وكمان الشربات يدخل للطوقات الداخلية بتاعة الجلاش بعد كده اصيبه يبرد تماما بعد كده اقدمه للأكل طبعا التزيين بيكون اختياري جدا ممكن مكسرات اي نوع مكسرات سواء في ولسوداني او في وزدق او كاجو اي نوع وممكن كمان جوز هند وممكن كمان نسيبه كده ما نزينوش خالص اتمنى استيكس الجلاش او اصابع الجلاش او البقلاوة تعجبكم وبالهنى والشفى مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة